السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان أصعد الله أقاطكم بكل خير وسعادة وراحة بال ما تنسوش اللايك والشير فضلا وليس أمرا متشكرين على دعمكم الكبير جدا النهاردة أنا شفت بالأمس يعني شفت لايف لمدام صدفة أو فيديو أنا زعلت والله زعلت يا مولافا لفا بعض الناس المرضى النفسيين اللي موجودين على البرنامج تطلع ترد على ناس مرضى نفسيين ناس ما يعرفوش يعني إيه العلاقات الإنسانية ناس ما يعرفوش حاجة خالص إنما الكل عارف من هي الصدفة جاء فأنت طلع ترد على مين على غوغاء على ناس موطورين وعلى فكرة أي إنسان يجي في خطره هذا الكلام هو اللي فيه هذا الكلام هو اللي فيه هذا الكلام طرح غير مقبول تماما ولا تبرئة ولا كلام ولا تقولي هذا الكلام من زمان والأستاذ هشام بيقول أنا أعرف صدفة عند 14 سنة هو بيعتبر بنته مش عايزة أكبره يعني أو أخته صغيرة يعني بيقول أعرفها قبل حسن بسنين وكده وشغلها وعرف بدايتها واطلوحها وكذلك الأستاذ كريم الحديد راجل ناس محترمة وأنت يعني مطلوب أهل الثقة إن وهي بتعمل مشروح تبتعد عنهم إيه الخيابة وإيه الخيابة والهواجس الخيبة اللي عند الناس لكلها مديرة المدرسة بيبقى معها في الاجتماع 15 مدرس وبيمشي بتقول له فلان خليك معايا خليك أنت معايا طلعوا كلكم برا وبتفضل تتكلم معها في موضوع المدرسة في الدراسة والحاجة وحنعمل إيه وهكذا يا جماعة الخير المهندسة المهندسة بتطلع وتخش وتشوف السمل وتشوف الحديد وتشوف الخرصانة وبتتعامل مع الحددين وبتتعامل مع النجارين طول النهار من الصبح لحد الساعة هكذا طالما أن هي دخلت معرك أو معركة أو يعني موضوع أنها تبقى سيدة أعمال خلاص هي بتنس هي إمرأة ولكن مع زوجها فقط بتعرف أنها إمرأة بعد ما بتطلع هي خلاص بقى راجل راجل في معاملة الرجالة إنما كمان عايزين نكسروها في بدايتها هذا كلام عيب تماما وعيب أن احنا نردده خلاص وعيب أن أنت كمان كنت تطرحيل للمناقشة المحامية المحامية طول النهار بتتعامل مع بي مع مسجلي مع قتلين قتلين مع كده وبيروح لها وبتقول له أنت عملت ولا خلت ولا سويت ولا هتقول لا أنا مش هقبل تعامل فما ده صدفة في اللي جاي خلاص سيدة أعماله هتتعامل مع قاعدة كبيرة جدا من الجمهين وأنا أعدكم وأنا أعلم جيدة برغم أن هما بيقولوا إيه ده طلعة وعندها سابات مفعالة لا ده مهدود حلها مهدود حلها ربنا يهد حيل أي واحد ييجي عليها بكلمة لأن دي بقالها شهرين لا بتنام وقعدة وبتفكر وتجمح فلوس إزاي وتجيب من هنا إزاي وتخلي إزاي وشاء عمرها وخمس سنين من التعب والغم والهم والأمراض اللي دخلت جسمها كلها وشاء عمرها كله وأمنية حياتها إنها كان يبقى عندها مشروع علشان تعتزل اليويو أنا بقول لكم كلمة من عاد الفتح بإذن الله لما هتفتح المطعم وربنا هيصلح لها الحال مش دخل المجال ده خالص خالص هتقول لك خلاص أنا هتن في هذا المجال بعيدا علشان حتى صحتها لأنها ما تقدرش خاصة أنها النهاردة انت شفتوها في البس بتاعها واحد يقول لك ده عندها سباة فعالة لا ما عندهاش سباة فعالة مهدود حلها مهدود حلها ورأت في الأستاذ هشام أخوها الكبير أخو محمد ورأت في الأستاذ كريم أخوها اللي هيشتله عنها في واحد يقول لك طب وجوز انتوا مالكم انتوا مالكم أحيانا لما يبقوا بعاد عن المشروع في بدايته أفضل ما شفتوش تاكسيت هذا الكلام في مراطي مدير عام مع صلاح زلفقار وشدية في أحد الأفلام الجميلة المصرية دي ما فهاش حاجة خالص جايس هو مش قابل خلاص نحترم رغبته مش بعاد يعني خلاف أبداً وجايز ما فيش أي حاجة مندي وجايز هو له دور تاني في مرحلة تانية احنا من احنا منتظرين الافتتاح احنا ككنوات نقد عندها رحمة وككنوات من غير نقد ما فيش كنوات تصفيد حسابات نبارك هذه الخطوة لأم لفا لفا ونستعد من الآن لحفل الافتتاح اللي حيروح واللي حيبقى في ظهرها أي واحد يخرج عن السرب حرام عليك اتقي ربنا دجاري عمرها دشاء عمرها تتعبها بص لعنيها اللي رح تقدي كده بقالها خمس سنين شغالة تعب وأمراض وكل شيء ارحموا من في الأرض يا رحمكم ما في السماء إنما إحنا هنرد على شوية بعض من الناس عديم الضمير منعدم الضمير ولا أحبرهم ولا أحطي ولا في ظهر أي حاجة لا 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 خالص بإذن الله بس أنا أنت قلت في مرة وأنا عايز يعني معلش ما تدخلش في العمل أنت بتقولي في ناس برا المحل أربع محلات فول وطعمين التجارة والبيزنس ده أرزق بتاعة ربنا فأنت بتقولي أنا مش هقدر أعمل قسم أو حاجة للفول وكلام من ده عشان خاطر ما قطعش أعيشهم لا قطع العيش ده كل واحد بياخد رزو ده يمكن لما أنت تشتغلي ربنا يرزقهم جنبك فلازم يبقى لك برضو حاجة بالنسبة للإستباحة لو ما كانش مدرجة في البداية ممكن تدرج في النهاية حياتك الشخصية ملكك غير ما تروح لأي إنسان للمناقشة ولازم زي ما انتماشا كده تبقى أفلين عليها أما أولالات الأدب ومنعدم الضمير والناس المرضى النفسيين إحنا في مكان هو في مكان تاني خالص صدفة خلاص بقت سيدة أعمال حتلقوها على طول وقفة مع عشرين راجل بتتعامل معهم مع تلاتين راجل بتتعامل معهم مع الطاب وتسرخ فيهم وتزعق فيهم لأن ده ماله بتاع الناس عمال النظافة محش هيقولك لا ده ده إه يا جماعة ده إحنا مش عارفين لازم هتحتكي طبعا بكل الناس اللي هم العمال اللي في المطعم عمال نظافة شفات يعني اللي بيقدموا وهكذا يعني اللي غلط فيكي ده هو ما أشي في الدنيا كلها ولا ليه اعتبار ولا ليه أي أساس أنت هتتوقعي اللي أشد من كده ده لسه الحملة أنا بقول لسه يعني بيسنوا السكاكين اللي مدام صدفة فأنت قدها وإحنا وكل الشرافاء والناس اللي محبين للصدفة جاد واللي نجاح مشراحة بإذن الله هنكونوا دعمين لكي من وراكي وحنقول كلمة حق كل واحد يقول يبقى هو يقول اللي خلاصه منه ضميره مش مطلوب منك يا مدام صدفة خالص تبرأي ولا تتكلمه ولا أي حاجة بس المطلوب بقى أن الأستاذ محمد بقى لازم يتعلم السواقة ويتعلم في سيارة أم لوفا لوفا ويقبطها يا عم مفيش حاجة بها مش عربية غالية يعني ويتعلم السؤال لأن في اللي جاي لازم إيه التراجل حتبقى بقى إيه مدير فترة ولا أستاذ الشام مدير فترة وربنا يكتب لك النجاح ويلمك على شاملك ويعوض عليك يجريك وتعبك العمر كله وكل الناس اللي تعبت واجتهدت وانا عارف ان كمان يا جماعة الحملة مش هتبقى حملة هي ها حملة الكر البتنجان اللي هو بيبقى هنا ده مش هتبقى من قنوات صغيرة لا ده هتبقى من بعض ناس نفس الجيل نفس الناس اللي احنا نزلنا مع بعض وكنا على اليوتيوب مع بعض وكنا على الفيس مع بعض اشمعنا اشمعنا فحتبقى فيه غيرة جامدة جدا وحيبقى فيه جربات وحيبقى انت تساعد من الآن وزي ما بيقوله انت قدهه قدود وما تردش خالص كله من ورا دهرك بص قدامك ركز في اللي قدامك انت شايف حمدي والمعاناة اللي عانى منها شديدة قد ايه في مطعمه وشفت ايضا حمو شاكر واي واحد على فكرة يتيوبر بيفتح اي مشروع بيلاقي صعوبة وبيلاقي محاربة كبيرة جدا ده حتى لو باح في البيت لو باح في البيت اي حاجة وباذن الله طبعا الفرق بين المطعم بتاع حمدي محطوط في ليه رنج معين لان مصر الجديدة وروكسي طبعا غير امبابة والمناطق برقب من انت حتخدمي على المهندسين والدقي برضو لازم المحل يبقى ماسك كل حاجة الرنج بتاعه ما يبقاش متوسط لازم لا يبقى عالي واكيد انت معاك ناس عظماء وربنا يلمك على شاملك وباذن الله انا عند ثقة وان شاء الله نيجي ويمكن نعمل الحفلة عندك ان شاء الله بتاع الدرع الزهبي بإذن الله لو حصل نصيب وربنا يوفقك وكل الاحترام للحج الكبير على الحجة فاطمة وللأستاذ محمد والاخوتها وليها والجري السنين والتعب السنين والكل القائمين على العمل معا الأستاذ سيشام والأستاذ كريم والأستاذ حسن وربنا يعوض على الأستاذ حسن في مزرعة الكلاب ويعوض عليه باللي احسن منها ومشروع ان شاء الله يدر عليه دخل كبير ادعو لكل الناس حبوا يا جماعة الخير للناس والله العظيم الخير حيجي لكم لو بقى بنتمنى زوال النعمة للناس والله حتزل هي مننا كل التحية لمدام صدفة وان شاء الله بإذن الله مشروع الخير لكي ولكل الناس اللي حياكلوا فيه عيش شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم